ذكر متحدث باسم خفر السواحل الليبي يوم الأحد أن ما لا يقل عن مهاجرين لقيا حتفهما وفقدان حو 25 آخرين لدى انقلاب قاربهم المططي قبالة ساحل غرب ليبيا وقال المتحدث أيوب قاسم أن دورية تابعة لخفر السواحل انتشلت في المجمل 73 مهاجرا على بعد 20 كم تقريبا قبالة ساحل بلدة غرب لي التي تبعد نحو 49 كم إلى الشرق من العاصمة ترابلوس وأضاف أنه جرى انتشال جثتي امرأة وطفل ومن بين المهاجرين 40 رجلا و25 امرأة وثمانية أطفال من السودان وكينيا وساحل العاج ونيجيريا